اللي سمعتوه حضراتكو كان دعاء كتبوا عدد كبير من أصدقاء النقيب محمد الحيس أحد أبطالنا اللي شاركوا في معركة الوحاة وحتى الآن لم يعصر له على أثر هل هو حي ولا يعني استشهد وشمله الله برحمته الحقيقة أنه في الساعات الأولى بعد هذا الحادث زي ما حضراتكو عارفين كان فيه عدد كبير جدا من المعلومات الخاطئة والشائعات والأخبار اللي نقدر نقول عليها كانت كذبة بشكل كامل قيل في البداية أنه النقيب محمد الحيس هو معاون مباحث قسم تاني اكتوبر أنه عسر عليه ووصل لأهله لكن اتضح أنه لم يعصروا عليه ولم يصل إلى أهله وأهله يعني كحال كثيرين في هذه الحالة يريدون فقط أن يعرفوا هل هو على قيد الحياة أم أن الله توفاه برحمته الحقيقة أنه الدخلية وأجهزة كتير في الدولة تعمل الآن على قدم وساق للوصول إلى حقيقة ما جرى له هل لا يزال على قيد الحياة أم أنه لقي ربه راضيا مرضيا ترجمة نانسي قنقر